مع عودة الحياة تدريجيا من حيث مزاولة الأعمال وفتح المتاجر والمؤسسات تبرز إلى الواجهة أهمية أخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة في الأماكن العامة للحد من الإصابة بعدوى كوفيد-19 نعم جولة لفريق الأخبار في إحدى الأماكن العامة تسلط الضوء على مدى وعي المواطن والمقيم بأهمية استخدام وسائل الوقاية والخاصة بمواجهة هذا الوباء الكمام، القفزات، المعاقمات، أغطية الوجه الواقية، المنظفات وأخرى كثيرة باتت مع جائحة كوفيد-19 في صلب حياتنا اليومية التزام المواطنين والمقيمين بها واضح مع عودة الحياة تدريجيا هنا على باب إحدى الجمعيات كان مشهد الزبائن مرتدين الكمامات خير شهد على ذلك يعني 100% مهمة لأنها تبعدنا من أن لا يصير فيه انتقال العدوى بالأماكن العامة في الأماكن اللي فيها اختلاط شوي أكون حريص استخدام الكمام والكلافز وبالإضافة إلى معاقمات يعني أما بالنسبة للأماكن اللي تكون خاصة فيني أنا كأسرة واحدة وهذا لا شوي يصير فيه نوع من التساهل يعني ولا بد من استخدام المعاقمات والمنظفات يعني ارتداء الكمام والقفزات واتخاذ أقصى درجات الحماية وفق توجيهات وزارة الصحة واجب فردي لحماية أنفسنا من الإصابة وواجب وطني لحماية الآخرين والمساهمة في مواجهة هذا الوباء حقيقة هذه مسؤولية يعني لا بد أن كل واحد يلتزم فيها أول شيء هو واجب من ناحية الصحية من ناحية الشرعية يعني أنه واحد يحافظ على نفسه ويحافظ على الغير أثنين واجب وطني أن هذا قرار لابد من التزام فيه طبعا هو وضع من خلال حماية الآخرين يعني الكمام اللي هو هذا القام الكفوف منبدل الكفوف يوميا يعني كل ساعة منشيل ونحط فيهم عشان يحمونا على قد ما بنقدر لأنه دواء باء وممكن يعجينا أنا لابس نظارة حتى لاحطيدي على أيني وملابس الكمام والقفوف وأبدل باليوم ثلاث مرات أي مكان أروح أغيط هذا وحط واحد ثاني فالواحد يجب أن يلتزم بالوقاية والحذر لم يعد ارتداء الكمام والقفزات مقتصرا على الطاقم الطبي والعاملين في المستشفيات والمراكز الصحية بل بات جزءا لا يتجزأ من عاداتنا اليومية أقله حاليا وخلال الأشهر المقبلة جيهان حبيب تلفزيون دولة الكويت ترجمة نانسي قنقر